قال المفاوضون في المحادثات النووية بفيينة أن هناك بوادر لاتفاق سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران. حيث ذكر المنصق الأوروبي في مفاوضات فيينة إنريكي مورا أن محادثات جديدة أحرزت تقدما. إلى أنه ما زالت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من العمل. بينما أشرت إيران إلى أن محادثات تسيروا على المصار الصحيحة. مضيفة أن جولتين الأخراتين من المفاوضات أفدت في بلورة الخيارات التي يجب أن يتخذها جانبا للعودة إلى الامتثال للاتفاق. جدير بالذكر أن الرئيسة الأمريكية السابق دونالد ترامب كان قد سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018. وعاد فرض العقوبات على إيران. وتجرى المفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا منذ أوائل أبريل. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في العاصمة النمساوية مطلع الأسبوع المقبل. ترجمة نانسي قنقر